في قلب الأطلس في جبال السيروى هناك كنز لا يقدر بثمن يسمى بالذهب الأحمر هذا المنتوج يعرف بالزحفران هذه الصهور الناذرة تعتبر مصدرا لأغلى التوابل في العالم وتسترزم حين تشديبها عناية واهتماما كبيرا نظرا لها شاشتها وسرعة تضررها عامل الوقت يعتبر بانغة أهمية لأن فترة الإظهار لا تدوم سوى أسامع معدودة ككل كنز طبيعي إنتاج الزحفران يستجب لمراحل عمل صعبة ودقيقة للحفاظ على الجودة يتم الإمساك بالزهرة بين اليدين ثم فصل المياسم المتصلة واستخراج الشعيرات مع الحرص على بقائها متصلة هذه العملية يجب أن تنفذ خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تأتي بعد هذه المرحلة مرحلة التشفيف التي تتم بطريقتين الأولى تقليدية تتم بنشر الشعيرات المشدبة على سطح نظيف لوح خزفي أو قطعة قماش نظيفة الثانية تتم بمجفف كهربائي مع احترام الوقت ودرجة الحرارة لكل كيلوغرام من الزعفران المجفف يزم ما بين 150 ألف إلى 200 ألف ظهرة في المعدل ف75 كيلوغرام من الظهور لازم لاستخلاص كيلوغرام واحد من الزعفران المجفف وفي هذه المرحلة والعمليات الدقيقة والمتقنة يستحق الزعفران لقب مليك التوابيل كيلوغرام من الزعفران المجفف كيلوغرام موسيقى الهتمام لبعض الأشباء فهو أعود الى الهتمام وموسيقى كل الأشباء موسيقى كم كل رسارة الهتمام يسأل التعديد من الأشباء لتنظر لتنظر بعد الأشباء لتنظر لتنظر مع هاتف تنظر ديليكات جدا لديك مما أعادة أنه مما أعطي وما هو مما أعطي. بعد هذه الأفران يتحقك سحل على أجل مما أعطي أعطي في مما أعطي إلى أرضا أو أمام في أولا الأفران يتحقق أعطي الممتين بعد أمام 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 أجل في مما أجل في مما أجل مادرينة – تستمحل 100% من المنزل، و تبدأ الجزء من تنساء من المحليات والعواهر. موجودة مادرينة الفائل أكثر مدرانة والتقاطقات ستحن 6. وتعالى تنساء مداعين مادرينة و، و، و الأحيانات المنزل ستحن 10-6. مستحل 10-7. ترجمة نانسي قنقر